موسيقى عام جديد تستعد مدينة بنغازي لاستقباله أسوة ببقية مدن العالم لكن المختلف هنا أن المدينة ترتدي ثوب الركام الذي ألبسته إياها ميليشية الكرامة منذ 2014 تحت مسمى محاربة الإرهاب أطلق قائد الميليشيات خليفة حفتر عملية عسكرية ألحقت دمارا هائلا ببنغازي وحولت سكان المدينة إلى مجرد أرقام في عداد القتلى والمفقودين والمشردين أكثر من 90 ألف نسمى هجروا من المدينة ولم يعلن حتى اللحظة موعد عودتهم لم تسلم المباني ولا المرافق الحيوية من ويلات آلة الحرب اتسببت ميليشية الكرامة في تدمير مناطق بأكملها منها الصابري ووسط البلاد والهواري والجوارشا وجاريونس القطاع الصحي شهده الآخر انتكاسات عدة ببنغازي فقد توقف مستشفى السابعي من أكتوبر عن العمل وأضحى مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء والهواري يفتقران لأبسط المستلزمات الطبية وعلى غرار القطاعات الأخرى ظل الوضع الأمني الهاجس الأكبر للمدينة لا سيما مع تصاعد عملية الاعتقال والتصفية الجسدية التي طالت مئة الأشخاص وتسجيل أكثر من 300 عملية اغتيال وفي الوقت الذي يحتفي فيه مؤيد ميليشيا الكرامة باستعادة المدينة تم الكشف عن معتقلات سرية تابعة لأبناء حفتر أبرزها معتقل رأس المنغار وآخر بمنطقة السيدة عائشة وسجن في معسكر الدفاع الجوي في غضون ذلك تعاني بعض الأسر دوائق مالية سببها إيقاف ميليشيا الكرامة رواتب أكثر من 1600 رب أسرى من العاملين بعدد من الجهات الحكومية